مرحبا بكم أنا اسمي أونس كامون مخرجة سينمائية أما خاصة أننا بحثة في ميدان السمع البصري والسينما ندرس بالمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بيجامارت في تونس هي مدرسة حكمية وأنا في يغامسي باحثة شركة وعندي ورشة نقوم بها مع باحثين في العلوم الإنسانية الهدف من الوارشة هدية أن الباحثين يحاولون أن يجزون أفلام في وسط البحوث متاحهم ولا في وسط أطروح الدكتوراه متاحهم وعليش على خاطر الباحثين في العلوم الإنسانية عندهم بحث ميداني وفي البحث الميداني هذية بش يتلقاوا مع ناس والناس هذوما بش يأتيوهم أراءهم بش نعم بش يجريوا مقابلات أختي اللي هما يجريوا المقابلات في عوذ ما هما بش يسجلوا كان الصوت فقط أنا شجحهم أنهم يلتقتوا الصوت والصورة مع بعض هذا كبداية معناها لمحاولة صناعة أفلام أفلام بحث اليوم قبل ما نبدأوا المداخلة هذية نحن نلقي عليكم بعض الأسئلة لتحاولوا نجاوب عليهم عملية تقييم لكي نعرفوا ما معلوماتنا على السمع البصري ما نعرفوه و ما نعرفوه من بعد التقييم هذية لنقوم بحث صنعوا باحث في العلوم الإنسانية اختصاصة في الجغرافيا لنحكي لكم عليه ومن بعد نحاول نجاوب على الأسئلة اللي بش نطرحوها في التقييم وعن طريق الأجوبة بش نحكيه على فيلم البحث بحث لذلك في كل سؤال لنحكي لكم دقيقة تفكير لذلك تجمو تحطوا انتوما سؤال واحد وتحطوا شنو الجواب واحد اثنين ثلاثة أربعة ولا واحد مع ثنين ولا اختاروا ولا حتى واحد فيهم ولا الكل لذلك تفضلوا تستخدم السينما لأغراض دعائية لأغراض نشر المعلومات والإشاعات لأغراض تعليمية بيداغوجية لأغراض البحث العلمي كي تبرز ممارسة فنية شخصية وفريدة ننتقل للتقييم الثاني الفيلم في مواجهة لمفهوم الحقيقة هل يحكي الفيلم الوثائقي الحقيقة هل يحكي الفيلم الوثائقي الواقع هل يحكي الفيلم الوثائقي موضوعية هل يحكي الفيلم الوثائقي ذاتية هذا نقل تختار واحد ولا اثنين ولا الكل ولا حتى ايجاب ننتقلوا للسؤالين بعد تقييم الثلاث يحكي على الفروق ما بين الناس العلمي وفيلم البحث في كل مرة يجب ان يفكر البحث في وضعه كمؤلف اثنين في الناس الشكل مقنن للغاية في الفيلم مقنن ايضا ولكنه يجعل استكشاف مجالات جديدة الخطاب يجعل استكشاف مجالات جديدة لبناء الخطاب العلمي ممكن الإجابة الثالثة في الناس تعرض نتائج البحث في شكل نصوص او جداول او رسوم بيانية او خرائط في الفيلم يتم تقديمها على شكل مشاهد من الحياة كلمات مسجلة موسيقى خرائط مرسومة وتعليق عليها الى اخره والجواب الرابع النص يستخدم لغة متخصصة للغاية وهو اقصائي للغاية اما الفيلم فهو منتوج غير معقد مجمع للناس انتقلوا للتقييم الرابع الاخير اللغة السينمائية هي محتوى الحوار في الفيلم اختيار سلم اللقطات وحركة الكاميرا والتأثير والتنقيط والمونتاج والمجزات المصطلحات المستخدمة على موقع التصوير وقال لغة الفيلم وحاشيته السينمائية المصطلحات المستخدمة الحاشية السينمائية المصطلحات التصوير究 Gas ellabo سوف نستخدم مبادر الصور س introducesكم الفيلم الوثائقي الفيلم الوثائقي يسمى Gabs le write هو في الموثيقي تم أخرج حبيب العيب حبيب العيب هو بحث في الجغرافيا هو أستاذ يعيش ويدرس بفرنسا بليون حبيب العيب عنده عادة في البحوث عادة ما بحوثه التطبيقية على التطبيقية يصور من قبل من أول مبدأ البحوثه في 2014 هو الاختصاص ديما المشاكل الماء السيادة الغذائية في البلدان العربية وخاصة في تونس ومشاكل الماء وفي المهذية يتحدث عن طريق مشكل الماء ويتحدث عن مشكلة التلاوث هو أصيل جنوب في تونس أصيل مدينة مدنين وعيش في فرنسا وفي الموقع الذي يختار لكي يخدم الفيلم على خاطر في جيبس مشكلة التلاوث كبيرة وفي المجمع الكيميائي يقول أنه مجمع كيميائي ووقت وقع إحداث المجمع الكيميائي في جيبس المجمع الكيميائي استنفذ ثروات المياه التي كانت تجلبها العيون في وحات جيبس الثروات هذه تهازت للمصانع لتصبح عمليات التكرير الكيميائية هذه الفرضية التي تضعها طوال الفيلم لكي يحاول يفسر الفرضية ليس يفسر يعني نعم يثبت حقيقة الفرضية هذية التي هي صحيحة وكي نرى في الفيلم لكي نرى المنهجية المنهجية التي نستعملها في العلوم الإنسانية لكي نرى منفذة في الفيلم هذا لكي نحاول أن نتبه هذا الفيلم طوله 45 دقيقة قلت لكم تم إخراجه عام 2014 2014 لم يكن لديها بعد أحداث في 2011 ونفهم على خطر المشكلة كبيرة مشكلة سياسية ما كان لم يحدث أحداث في 2011 يمكن أن هذا الفيلم لا يوجد شيء يعمل هذا لذلك الفيلم هذيرا الفيلم هذيرا هو باللغة الدرجة التونسية وصفتات كلها بالإنجليزية ترجمة نانسي قنقر أيها المشكلة 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 التي أرى أنها المشكلة كيف ترون أطراف المتدخلين في صنع هذا الفيلم؟ كيف ترونه؟ أول مسؤول على الفيلم هو المخرج المخرج هو حبيب العايب الذي هو مخرج بحث هو عالم في الجغرافيا الذي يتبعث فلاح جابي وخير نعم؟ مساعد المخرج ما يعمل مساعد المخرج؟ حسب رأيكم نحن الباحث عنده مساعد هو الباحث ما هم المساعدين من الباحث؟ جمعيات جمعيات فنيين فنيين ما هو دورهم؟ تهيئة الفرضية أو تهيئة الترامة؟ نعم؟ يعني أنه يقربوا له المتدخلين يقولوا المقابلات؟ هو بالضبط نفس الدور مساعد المخرج ما هي عبد الحميد اللي هي أصيلة الواحة هي اللي عاونتو هي زادة رهي باحثة هي عاونتو لكي اختاروا مع بعضهم المتدخلين بربي كان نحلوا قوس صغير على المتدخلين في الفيلم ما كونهم؟ قولي قولي نحبوا نعرفوا ما كونهم هالعينات هذومة بالواحد بالواحد قولي فما مشكل في صناعة الفيلم على خطر في البحث نجموا ونمشيوا وبرشة عينات العديد من العينات لا 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 استنيني عندي مشكل أنا في الفيلم المشكل متع الفيلم اللي المتدخل يجب يكون موافق انه يتصور وانه كلام يتسجل معناها فرق ما بين الفروقات ما بين النص ما بين الاختيكل وما بين الفيلم انه المتدخل يجب يكون موافق على حقوق الصورة لا يجب أن نخذ اذنه لا يجب أن نخذ اذنه لكي نقوم بالواحد بالواحد ونقوم بالواحد يتخير ما يقول لا يجب أن نقوم بالواحد بالواحد ما معناها؟ فسر لي هذيك عليش انه نختار هذيك عليش انه نختار العديد من المتدخلين بيش نجمع ملتقاطعات اجه نقوم بالضغط انه نقوم بالضغط ما بين المتدخلين ما بين المتدخل في الفيلم هذيك هل تفكروا؟ هناك تسعة متدخلين في الفيلم أو نتفكروا هم بعضنا المعلم المتقعد هو راه كل المتدخل من المتدخلين عنده بروفايل عنده بروفايل كل واحد فيهم عنده عنده نعم يمثل عين عنده إضافة معينة حسب تاريخه حسب نشاطه حسب عمره حسب شريحة عمرية اجتماعية اللي هو مهنية به المعلم المتقعد ماذا يقول المعلم المتقعد؟ ما هي خلاصة التدخل المتقعد؟ تفكروها؟ ماذا يقول؟ يقول يقول على طفولته ويقول على الواحة كيف كانت في الماضي معناها يتفكرها كجنة يقول على كلمة الصحراء والجنة ماذا؟ ماذا؟ ويقول الذي هو معلم ودير الجمهورية وبعد اختار كيف يتقعد يرجع لنفس الأرض هذه ويقول أنه يقعد بالذكرى ويرجع بالذكرى ويقعد على وجهة في لأنه يجب أن نقول وجهة على وقت الذي نضيف التدخل في فيلم لا يمكن أن نقول أنا في نص الميرا الفيلم الصورة والصوت مبنيين على إثارة المشاعر والأحاسيس وتقربنا المتدخل أكثر برشا من نص يقول جامد المتدخل الثاني لدينا مهندس المهندس من الأول جمعية أسوك جمعية التنوع البيولوجي تفكرتوها مهندس متخصص في تنوع البيولوجي المتدخلة مهندس خبير 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 يعرف التنوع يعرف التنوع البيولوجي لا يتحدث عن ذكرته الشخصية أم يعطي نقاط علمية لتهم التنوع البيولوجي المتدخلة الثالثة هي الظهرة الفلاحة فكرتها اللي هي عندها تربي الحيوانات وعندها مقطعم تعسل ودير في الخضرة ويسألها هو يقولها المراتج متكون فلاحة ولا لي هذي فلاحة تحكي على مهنتها وتحكي على علاقتها بخواتها وهنا هذا الباحث في الجغرافيا عنده كينها مقاربة جندارية مقاربة جندارية يعود يعملها مع المرأة السمراء في آخر الفيلم كل مرة يعود يسألهم هي المرأة تجم تكون فلاحة هي المرأة تجم تخرج للسوق وتتعامل مع الرجال به معناتا فما 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 نقوله نحنا ديكوش طبقات ولا هكا كما المتدخل الرابع هو مبروك مبروك هو معلم وينشط في المجتمع المدني يحكي شوية على يفهم شنية النخلة شنو الليجمي شنية الحنة يفسر للي ما يعرفش النشاطات اللي في الواحة ويحكي شوية على الواحة كيفاش كاند وكيفاش وليت المتدخل الخامس فما عنا زوز بحارة فما بحار مسنو فما بحار شاب الاثنين في منطقة غنوش بيه المتدخل السادس هو فلاح في الفلوجة يقول اللي الفلاحة سبحة الأرض سبحة قاحلة واللي ما عاد فما ما ومولوثة بدين من وقتها هو من من التدخل متاع مبروك بدين نحكي وعلى على التلوث خاتر من اللول خاتر من اللول كان الموضوع هو النقص في المياه على خاتر نحنا قلنا اللي هالمؤل المخرج الباحث ذي عطافة رضية وقاعد بشوية بشوية قاعد يقدم في 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 انه يبرهن الفرضية هذه يبرهن صحتها بالضبط هو من مبروك مبروك بدأ يحكي وبعد البحارة بدأ يحكي وبعد الفلاحة بتاع الفلوجة حكي وبعد مشينا الفلاح عام شط السلام اللي لابس مظلة كم قطعة شوية ويحكي برش حماس ها؟ اه؟ من بعد نمشيو لنساجة متاع الصعف الامرأة الصمراء اللي هي في الواحة متاع متاع شننية الصناعات وبعد نمشيو للفلاح الاخير اللي هو ما يملكش الارض واللي هو يحكي على مشكلة الرأس مالية ويعطي خلاصة الفلوجة بالاخر في الآخر هي المشكلة لكلها مشكلة رأس ملاق به شفنا ملا أنه في أول الفيلم راه هو وقت اللي يقدم كنت تفكروا مش نوريكم لقطة في أول الفيلم مش نتابع مبعضنا البناء متع الفيلم ما ماذا تفكروا من الفيلم؟ تفكروا لقطات من أول الفيلم كيف يبدأ؟ يبدأ بجنيريك هكا ولا ليه؟ جنيريك وهي كأنها الصفحة الأولى من البحث الصفحة الأولى من النص العلمي تقديم، كيف يقوم بعمل؟ هنا يقول الواحة هي الحياة وفي تضاد مع الصحراء الحياة ضد الموت من بعد يعطي يوارينا صور بشيوارينا ال الاتار المكاني خاصة المكانية أكثر منه الزماني الصورة الجوية اللي هو المخرج اللي هنا اتعمت إنه ما يحطش خريطة أما يحط صورة بشيقربنا أكثر للواقع على خاطر الخريطة هي ما هي إلا رسم بياني جامد يعرفوا كان العلماء يفهموا كان العلماء أما هذي صورة هي مأخوذة من البعيد تعوذ الخريطة ما يفهموها الناس الكل معناها حبيت نقول لكم اللي هذي نجموا نعتبروها تبسيط تبسيط الوثائق علمية الإطار الإطار بدينيه الإطار بدينيه بصورة بعيدة من الجنرال من العام إلى الخاص هذا العام وبعد يمشي للخاص حبيت نقول لكم اللي هي نفس المنهجية متاع كتابة النص وبعد مشينا للخاص جدا اللي هي قضية الماء هذي البناء انتعى المقدمة بعد هذي بعد ما حط الإطار المكاني والزماني والفرضية متاعه تبسيط 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 يعطينا التصوير هذي اللي هي كينها التاز متاع الفيلم الكل أنا نعمل في هذي الكل على خاطر نحب نعيش دو هذي نحب نفهمكم أنا كل تصوير ما تتحطش عبثا تتحط على خاطر عندها دور وكل تصوير هي عبارة على نص صغير تبسيط يفسر في حاجة علمية وكينه يخرف في خرافة وكينه يحكي في حكاية كل واحد من المتدخلين هذي لن يكون عنده بروفايل اللي هو بشيزيد بشيزيد كينها حجرة صغيرة في البناء هذي البناء الدرامي هذي الكل انسيتم انقدم شوية لنشوف من شنو متكون الفيلم شفتوها اللقطة هذي اللقطة هذي هي عبارة على سيارة داخلة في وسط وكينه هو يستدعينا بش ندخل في وسط هالواحة هذي ونفهم المشاكل متاح ويزيد لقطة أخرى متاع واحد من المتدخلين هو يستدع فينا زاد بش يدخل لدار هذا الكل وكأنه تقديم ودخول في جوهر الموضوع من بعد يتعدون هذي المتدخلين الكل كي نصل للمتدخل الاخير الذي يعطينا جواب للفرضية وفي الآخر الجواب للفرضية هو شنو هو الرأس مالية هي مصدر المشاكل التي عيشتهم الواحة بالضبط 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 ما يريد أن يقول يريد أن يقول المخرج لديه نظرة لديه نظرة 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 خاصة به نظرة ذاتية النظرة الذاتية هذه نجم لا نجم لا نجم في نص علمية المخرج نجم يسمح نفسه لكي يعطيني هذه صبغة الذاتية التي تعدد في الفيلم الخاصة وأن الأسئلة التي يسأل فيهم بصوته في وسط الفيلم ظهرين الذين يهزون فينا يهزون في الفيلم الكل للإجابة هذه من بناء كامل نعم هو متحيز هو منعش متحيز ولا ما أقول لك أنا متحيز ولا لا أما هو بناء معناها العقومات العقومات هو عمل بناء كامل لكي يوصل للنتيجة هذه من الأول وفرضها علينا من الأول هو واحد يقدم في البناء وكل مرة يسأل سؤال يأخذ الجواب أو يبني به ويقدم ويقدم مرة ويقدم أحب أن أقول آخر لنرى ونرى مبعضنا الفروقات لنرى سألت لنرى مبعضنا لنرى مقارنة قبل أن نرى المقارنة مقارنة لنرى في المقارنة وثائقية ما هي أنواع الأفلام التي تعرفتها بخلاف الفيلم الوثائقي ؟ الأفلام الكرتونية هي تسمى أفلام التحريك أفلام الأكشن هي أنواع الأفلام معناتها الجنغ معناها هل الفيلم هذا دراما أو أكشن أو غوامانتيك أو تاريخي أو هذي هو نوع الفيلم نحكي على نوعية البناء متاع الفيلم معناها هو فيلم وثيقي ولا تحريك ولا كرتوني ولا أكثر الأفلام التي نرى ونرى في صالة سينما ونرى في التلفزة هي أفلام هي أفلام ريوائية أفلام ما هي الأفلام الروائية؟ ما هي تحكي قصة؟ هل تحكي قصة؟ أو لا كنت نرى فيها؟ يقول قصة هي الأفلام التي تحكي قصة ما هي الفرق بين الفيلم الروائي والفيلم الوثيقي؟ الوثيقي هو الواقع هو خيال هذا الفرق ما بيناتهم الفرق ما بيناتهم انه الفيلم الوثيقي هو يخرج من الواقع ويصور ناس واقعيين يعيشوا في حياة حقيقية والاخر ممثلين يمثلوا في قصة من اختراع السيناريست من اختراع من تفكيره من خياله السيناريست مش المخرج او الكاتب اذا نحن نعملهم بعد ادابتيشن ادابتيشن للسيناريو به وافليم الكارتون هي هي خيالية وتجم تكون هي حتى الافليم الريوئية مستقاط من وقاع اما الافليم الكارتونية هي ماذا نرى؟ نرى صور متحركة صور مصورة وإلا وإلا تجم تكون صور تجم تكون صور مقصوصة وملصقة هي شخصيات مصورة هي شخصيات مصورة به باش نشوفه مع بعضنا فهمتوا انتوا انواع انواع الكتابة في المعالجة تحريك هي رسوم وإلا موجودة هنا لذلك هي صور رسوم ولا ما نحوطت خطر ليس ممكن بالصلصال لنصنع حاجات وعليها وتحكي لحكاية أما اللي يجب أن نعرف وإلي أول نوع من الأنواع هذو هو كان الأفلام الكرتونية في تاريخ السينما الأفلام الكرتونية هي أول أفلام ومن بعد جاءوا الأخوان وصوروا الواقع إذن السينما هي أصلها وثيقية من لول خطر صورة الواقع ومن بعد جاءوا مخرجين مختصين في المسرح وخذوا الخدمة هذية ووثفوها في المسرح ولا فهم عن الأفلام الروائية هذي قاد نحكي لكم بعوجة لراوة الحاجة اللي نحب نزيدها في المعالجة التحريك إنه هو فيلم السوار المتحركة كم موجود في الشاشة نحن ديما نقول السوار المتحركة هي سوار موجه الأطفال وهذه فكرة مغلوطة هذية يقول فيلم السوار متحركة إذن نخت وإن اعتقدنا أنه مخصص للأطفال يثير اهتمام المنظرين لأنه يستنفد موارد التصوير أقصى استنفاد ومن جهة الأخرى يعكي سوطفارات السينما في المجال الاجتماعي أنا في العوام هذم الإخرانين هذم ثلاثة سنين الإخرانين حضرت في مهرجين جونغوش تسمعو بيه جونغوش جونغوش هذية هو هو باحث في السوسيولوجيا وبعد في الانتروبولوجيا هو باحث فيرنسي توفى عنده بضع سنوات هو خدم أكثر أكثر الشغل متاعه خدم مع القبائل في إفريقيا وصور القبائل هذو ما صور عاداتهم وتقاليدهم وهو أول من تسمى الاختصاص الانتروبولوجيا البصرية يعني أنه كعلم انتروبولوجيا لا يذهب إلى التران ويعمل ويعمل نصوص كلاسيكية أما يعمل معها أفلال وهو الذي قد لكم ابتدع حكاية الانتروبولوجيا البصرية ما أريد أن أقول لكم جون غوش أنشأ المهرجين هذية من العوام الأوليين من العمل المتاعه وعندي ثلاثة سنين أنا أحذرت في آخر قبل الكوفيد أحذرت على أفلام يعملهم علماء في الانتروبولوجيا أحذرت على أفلام بحث فيها معالج التحريك خاطر نحن نحن دي معانا في بيل نعانا زادة فكرة مغلوطة تقول اللي فيلم البحث هو فيلم وثائقي أما تول بحثين ولو يعملوا أفلام تحريك عليش حسبرايكم من يش نسمع فيك فما أفلام بحث جديدة العوام الأخرانية قاعدة تخرج قاعدة تتعرض هي أفلام تحريك هي أفلام بحث أما أفلام تحريك صحيح بالضبط 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 فما حقول لا تخليش المخرج يصور أما تخليه يسجل صوت وليذي يسجل الصوت ومن بعد يرسم الصورة المناسبة للمدارة ويضع الصوت على وليذي يحب أن تقول لكم اللهم الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية اليوم لا يستطيع أن تكتفي بالأفلام الوثيقية وليذي تعمل أفلام تحريك وليذي تعمل أفلام روائية وتعمل حتى صور المتحركة التي نرى في المجالات معناها اللغة اللغة التي تستعملها الباحث ولات لغة ياسر غنية معناتها ومختلفة أو أفلام 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 أن أفلام هذه الحكاية لأنني أرى أفلامها 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 ونحاولها ونحاولها نتعلم الملهجية في الم البحث على خلاف المقال العلمي ينتج يحاول ينتج خطاب علمي أما الخطاب العلمي هذا يفلط من الإمتثال الأعمى داخل المجتمع العلمي نحن نعرف المنهجية ساعات تفرض حاجات التي تجعلها النص لا تقول مقاولة بما هو صحيح كلمك أو جامد مثلاً سمعتها الكلمة من بكري أما فوق النصوص كلها تولي مكتوبة كيف ساعات يقول لك حتى طولها حتى كيف تكتب ماذا تضع فيها تعلمت؟ السينما أيضاً هذا لا يعني الخطاب السينمائي لا يعني مقانن الخطاب السينمائي لديه قوانين نظراً لوجود اللغة السينمائية اعتماد اللغة السينمائية من قبل الباحث يسمح باكتشاف مجالات عديدة لبناء الخطاب العلمي نحن كيف نقول لغة اللغة تختلف من إنسان الإنسان من باحث الباحث من مخرج المخرج ولي ذا هي تسمح لغة ينوع في اللغة فما نحن لغة نفهمها نتعلمها ونفهمها الناس الكل مع بعضنا وبعد كل واحد فينا وكينو عنده ستايل المقارنة التي نقوم بها أنا ليس مقارنة لكي تقولوا الفيلم خير من النص لكن لكي تتعلم ما هي الاختلافات و تفتحنا مجالات لكي ننوع في اللغات التي نستعملهم سواء نص وإلا فيل وأنا راني من الناس الذين شجوا على استعمال الثنين مع بعضهم انا لا زي عنه لماذا تشعر أنظر هو من ما يِنطلق من الناس هو من الواقع من الواقع ومش من الناس من الواقع لا تظاهر أنا لا أتظاهر نرى صور، أصوات، حركات، أشياء لا ننجم أن نترجمهم بالنص. أشياء لا ننجم أن نكتبهم. لا ننجم أن نكتبهم. المجازات لا ننجم أن نكتبهم. سنرى أمامهم. أما ما أريد أن أقول لكم هو مختلفة في خطرهم. مخطر المقال العلمي حدوده والفينيه حدوده. ذلك لماذا يجعلون أن العثنين مع بعضهم أجلهم فيذ أكثر. أفضل الأن؟ أنا أنا انادي ومستعمال العثنين مع بعضهم. ليس معناتها هراهو الفيلم خير من النص ولا النص خير من الفيلم فهمت؟ تفاضل المناظر الكل مع بعضها في جرة بعضها هذي من نجمش نشوفه من نجمش نحطه أنا في نص هذيك عليش أنا بكري كنت نكتب على المجيز المجيز من نجمش نكتبه المجيز صورة هي كنا حنديما نقوله المجيز هو لغة بصرية هي صور شعرية تتفكروا وقت كنا نحكيه في الشعر الصورة الشعرية قد ما نحب نكتبها من نجمش نكتبها على خطر هي صورة نحب نوريكم بربي بكري في الفيلم نعاشكي النجم نعود نرجع لك الفيلم فهم صورة في اخر الفيلم حب نوري هي لكم شفتوا على الصورة هذي؟ شنية الصورة هذي؟ هاي هي شنية؟ هو قاعد وكين الواحة فكرة الواحة قاعدت كينها غفلة قاعدة كيف الحلمة كيف الحلمة هي انعكاس هي معادش واقعية معادش موجودة الواحة هي قاعدة فكرة هذي مجمش نكتبها في الناس اي انا مانيش في ناس رواية انا نحكي لك على ناس علمي ناس في ناس علمي مجمش حطها هنا هي بطبيعة بش نوصلولو هذي بش نوصلولو على خاطر بش نحكيو من بعد النص العلمي شكون المتقبل متاعو والفيلم شكون المتقبل متاعو معنج نفس سمحني في الكلمة الجمور نوصلو في الفروقات ما بين المقال العلمي وفيلم البحث في المقال العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية تتم معالج نتائج البحث وتقديمها في شكل جداول ورسوم بيانية وخراءة ونصوص وفي فيلم البحث ما نجموش دي ما نحطو جداول ولا ولا رسوم بيانية ولا خراءة ولا مجموش حطو نصوص على خاطر العناصر هذية لكلها ما تتحدش في في الشكل السامعي البصري على خاطر المشاهد ما هوش في نفس ظروف تقبل الخطاب هذي ولذي الباحث يلزم يبحث على طرق جديدة لعرض النتائج متاعو تجم تكون مشاهد من الحياة تجم تكون الكلمات متاع المتدخلين تجم تكون موسيقى شوفنا نحنا بكري في الفيلم كيفاش الخراءة هذية تعوضت بمناظر مأخوذة مصورة من من أعلى وكينها خراءة تمام هيش خراءة قريبة مننا قريبة من المشاهد العادي وهذه لكلها تحمل تعليقات وتجم تكون تعليقات المخرج وتجم تكون تعليقات بصوت راوي الطريقة العلمية تتبدل هنا تغير من شكلها ويجب الباحث يلزم يعاود يسيغ البيانات المتاعو التي تأخذ بعين الاعتبار رموز الفهم المختلفة للمشاهد بنسو المخرج يلزم يستخدم أشكال مختلفة قلنا من الخطاب وينتج عناصر مختلفة من النقاش يلجم ويحط على جنب الآلية الأكاديمية في التقديم ويحط على جنب الآلية الكلاسيكية التي نعرفها نحن في تقديم النتيج وعلى خاطر الطريقة التقليدية هذيك لا تصلحش ديمة للسرد السينمائي صنع الفيلم يطلب تفكير في بناء درامي على خاطر كما قلنا بكرة هي خرافة هي حكاية ويجب أن يدمج تقلص الوقت المتأصل في السينما نعبر عليه بالإليبس معناها أنا مثلا بش انتبع شخصية مدة عشر سنوات الفيلم اللي بش نخرج وانا في الآخر طوله 52 دقيقة كيفيش أنا نجمت نختزل الوقت متاع عشرة سنين في 52 دقيقة هذي من اختصاص السينما ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار الهيكل والإيقاع الإيقاع اللي أنا بش نزيد نحس معتها بش الباحث هذه المخرج بش يعتني بيه في المونتاج يمكن أن يطرح هذا السرد مشكلة للبحث هي شموليت وأبراز كل دلالت حقيقة أمر بعيد المنال في فيلم وثيقي كولام يقول في 93 يقول اللي نحنا كنا نحكيو على العينا معنات الشخصيات هدوما ينجمو من شخص يولي شخصية في الفيلم ومن شخصية يولي أيقونة معناها هو رمزي ليس كن رمزي توبرك ولكن حتى التمثيلية التمثيلية نحكيو هنا على الشمولية الشمولية يجب أن تكون موجودة في السينما وليس يجب أن تكون موجودة في المقال العلمي في مقالات العلوم الإنسانية قليل ياسر وين المؤلف انشيروا له إشارة صريحة ولكن في الفيلم المخرج الباحث يلزم ديمة يفكر في وضعيته كمؤلف وهذا عليش بكري نحكيو على نظرة المخرج في الفيلم موجوده في السينما الوثيقية في السينما الوثيقية يحتل المؤلف مكانة مركزية في التفكير الإبداعي خطر اللغة السينماية تقوم على التعبير بينما تظهره اللقطات والمعنى الناتج على تحريرها نأخذ مثلا مثال سلم اللقطات لكي نصورنا مثلا شخصية لكي نصورها مثلا بسلم كبير أو بسلم صغير السلم الصغير معناها مثلا يحدد المسافة ما بيني أنا والشخصية هي المسافة الفيزيائية معناها أنا قريب منه وزيد المسافة أخرى في علاقتي بيه قد ما نقرب منه قد ما هذا يعبر على علاقتي علاقتي بيه ومدى تبنيه للقضية متاعه ومدى ثيقته هو فيه هذا الكل أنا ما نجمش نشوفه بطريقة صراحة في المقالة العلمية وهكذا نكتشف الخيارات الإخراجية عن وجهة نظر الباحث عملية صنع الفيلم هي مثرية للغاية والعروض خاطر العروض والنقاشات مع جماهير متنوعة من شأنها تهز المخرج تبدل فيه ترجو أكثر وتجعله لا يراجع باستمرار المنهجات العلمية نعرف العروض والنقاشات ستنجم حتى ساعات فما مخرجين حتى بعد نقاشات يعودوا سيقت الفيلم وخاصة الوقت من الجمهور الذي شاهد الفيلم هو ما يريدهم نفس المتدخلين في الفيلم خاطر ينجم يرى مدى تأثير الفيلم في الشخصيات بعد العرث مدى تأثير الفيلم في المقال العلمي النتائج التحقيقات هي موضوع العروض التقديمية في المؤتمرات والمنشورات في المجالات المتخصة التي تستخدم لغة متخصة للغاية لا يفهمها كان المطلعين لا يفهمها كان الباحثين نفهم الكتابة العلمية هي أقصائية على خاطر النص العلمي هو موجه الناس معينين اللي هم الباحثين ولكن في فيلم الباحث الحكاية مغايرة تماما خاطر نحن نعيش في مجتمع تشغل فيه الصورة بصفة صعودية مساحة أكبر نحن كل يوم نقعدين نستهلكوا في الصورة وزيدة نصنعوا في الصورة الناس الكل عبر من عرشنا فيسبوك انستاغرام يشعر الجميع بالقدرة على فهم الفيلم حتى ولو كان الموضوع في بعض الأحيان مستعصن كما هو في الكتابة السينما نستخدم السينما تجمع الناس على خلاف الكتابة العلمية هي أقصائية وتسمح تسمح موافقة الشعوب على الشكل السينمائي خاطر الشعوب لكلها تجم تفهم الفيلم بنفس الطريقة بوصول الباحث إلى مرحلة جديدة من النقاش والتفكير على خاطر انتاج العلمي بصفة تشاركية لذلك الفيلم يبدو وكأنه محرر لكل العقد تشاركة وكنا نتحدث على التجربة التشاركية قراءة النص المكتوب هي تجربة قراءة وتمثل تجربة فردية في حين أنه غالباً ما يكون الجمهور سريع الرد في النقاشات على ما يقال الموافقة وعدم الموافقة يمثل العرض السينمائي تجربة جماعية تسمح بالنقاش وهكذا يمكن الباحث أن واصل عمله من خلال تحليل ردود الفعل التي ولدها الفيلم سواء كانت توافقية أو متناقضة بل من الممكن تنويع التحليل من خلال فتح العروض لجمهور مختلفة يجب أن يكون مع المتدخلين يجب أن يكون مع خصوم المتدخلين مع خصوم الفرضية التي تقوم بها يجب أن يكون مع جمهور مستهدف يجب أن يكون مع جمهور مفتوح وكثير من وجهات النظر لتفكير العلمي تفكير المعلمي يجب أن يكون معزولا على الحقيقة الفيلم عبارة عن منتوج ذو قيمة عاطفية قوية كنا نرى فاهم بكري في الفيلم ويخلق حالة من الترصد لدى المجموعة المدروسة لأن المتدخلين يحبون يحبون أن يروا رواحهم وما في الفيلم يراجعوا رواحهم وينجموا حتى يناقشوك في كيفية أنت كيفية مثلتهم يمكن أن يؤدي هذا الترصد والعاطفة في بعض الأحيان إلى الارتباك عندما لا يكوناني مستبقين وبينما يتمكن الفيلم من تحريك المشاعر والتأثير إلا أنه يمكن أن يؤذي بعض الأفراد ولذلك ساعات الفيلم يكون مختر على نفسية بعض الأفراد وخاصة المتدخلين وهذا بعد عاطفي نادراً ما يواجهه الباحثون في الكتابة خلاصة تمثل صناعة الأفلام تجربة غنية للغاية للباحث إذ يجد نفسه في خضم تناقض الخطاب العلمي بينما ينظر إلى العالم اليوم في مجتمعنا على أنه الشخص الذي يقول الحقيقة غالباً ما يركز الباحث على إثبات أنه لا توجد حقيقة بل حقائق وفي هذا السياق تعتبر السينما الوثيقية أو السينما الواقع أداد ثمينة لفضح هذا التعقيد حتى تتمكن هذه السينما البحثية الحرة والمبتكرة من الوجود نحكيه هنا على حرية وعلى ابتكارة يبدو من الضروري اليوم تطوير التدريب على صناعة الأفلام للباحثين وطلاب في العلوم الإنسانية خطر يبين كأنه هذا هو العق لإنتاج الأفلام سواء في معهد البحوثة والجامعات لا بد أن يهتم هذا التدريب بالجوانب التقنية لصنع الفيلم وخاصة جوانب الكتابة بحيث توقف الأفلام العلمية على التماهي مع مقالات مصورة وهذه الطريقة التي ستبعث بها الأبحاث العلوم الإنسانية الحياة في السينما الوثيقية وتثرها شكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر